السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة نوشانير وصفة اليوم هي وصفة رائعة جدا بثلاث مكونات سوف تعالج جميع أمراض المعدة الجهاز الهضمي إذا كنت تعالي من حرقة المعدة حتى أنها يمكن أن تعالج جرطومة المعدة مفيدة جدا للقولون كما قلت لجميع الجهاز الهضمي ومشاكل سوف تعالجها بإذن الله سوف تكتفي فقط بتناولها مرة واحدة في اليوم والأهم من هذا أن هذه الوصفة التي سوف أشارك معكم أو خلطة البذور أو الأعشاب التي سوف أشاركها معكم اليوم هي مفيدة جدا لمرضى السكري ومرضى الضغط المرتفع سوف تقوم بضبط الضغط بضبط السكري وتخفيضه أيضا وكذلك سوف تعمل على ضبط الكوليستيرول وتحسين الصحة بشكل عام بدون تطويل في الفيديو سوف نبدأ بسم الله أول مكون لديه هنا والمكون الرئيسي والفعل والرائع جدا هو الخروب الخروب المطحون يكون هذا هو شكله إذن هذا هو شكل الخروب طبعا الجميع يعرفوا عنه وفوائده كثيرة جدا للصحة للجمال رائع رائع هذا الخروب طبعا أقوم بتنطيفه جيدا من الأتربة والشوائب وبعد ذلك أقوم بإزالة البذور التي تكون بداخله وأقوم بتحنه جيدا حتى أحصل على هذا الخالط طبعا إذا كانت لديكم ماكينة أو خلاط جيد جدا فيمكن تحنه بهذه البذور فهي مفيدة 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 بالفعل خصوصا لمن يعاني من الإسهال الحاد والإمساك الحاد يعني سوف تقوم بتسوية الوضع وضبط الجهاز الهضمي لديك وعلاج الإسهال الحاد والإمساك الحاد أيضا حتى يصبح قولونك نظيف سوف تتشافى وتتعالج بإذن الله مفيد جدا للقولون وهناك فيديو سابق عن الخروب للقولون بشكل خاص إذن سوف أحتاج إلى الخروب المطحون وهنا سوف أقوم بخلطه مع بذور الكسبورة المطحونة أيضا والكمون المطحون أو بذور الكمون المطحون ثلاث مكونات فقط سوف أقوم بخلط كمية متساوية في أي إناء وأحتفظ به سوف أضع هنا ملعقتين من الخروب ملعقتين من بذور الكسبورة المطحونة وأيضا ملعقتين من الكمون المطحون وهنا سوف أقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض كما قلت لكم وأحتفظوا بها ويوميا سوف أخذ ملعقة صغيرة مملوئة جيدا من هذا الخليط وأضعها على زبادي طبيعي بالنسبة لمرضى السكري ومرضى الضغط والكوليستيرول زبادي طبيعي جدا يمكن استعمال أيضا الحليب النباتي أو الحليب خالي من الدسم وخالي من السكرية أنا هنا أفضل طبعا الزبادي الطبيعي يعطيه طعم رائع جدا بالنسبة لغير مرضى السكري يعانون فقط من مشاكل في الجهاز الهضمي فيمكن تناول الزبادي العادي جدا يعني بالسكرية وكان هذا هو فيديو اليوم أما عن طريقة الاستعمال فسهلة جدا سوف تقوم بتناول هذا الخليط قبل النوم لاستفادتي منه وردعا مع الاستغناء عن وجبة العشاء أو تنائي خفيف فقط أي سؤال أو استفتار أتركه في التعليقات سوف أجيب عنه في الحال أعتذر عن الغيام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديد ومضمون 100% إذن إلى اللقاء